نطاق واسع بفضل تقنية الأولترا وايد بان مما تسمح لأجهزة الآيفون بتحديد موقع بعضها البعض عندما تكون قريبة لاستخدامها موجات راديو قصيرة المدى ومجرد توجيه الآيفون نحو شخص آخر سوف تقوم ميزة الأيردروب بإرسال الملفات له بسرعة كبيرة وهذا سوف يحسن ميزة الأيردروب يمكن للتقنية أيضا تحديد المواقع الأجهزة والعناصر بدقة عالية والبرور عبر الجدران وعدم التداخل مع شبكات الواي فاي يمكن نقل البيانات بسرعة تصل إلى 8 ميجا بايت في الثانية وهي أسرع من البلوتوث بكثير تستخدم التقنية أيضا وقت الرحلة لقياس المسافة والإشارة لتحديد مكان الجهاز الآخر بكل دقة ومعرفة اتجاهه بكل سهولة لا تعيق الأجسام البشرية وحتى الجدران تقنية الالترا وايد بان تقنية الـ UWB أفضل بكثير من الـ RFID أو Radio Frequency Identification والتي يمكنها أن تتداخل مع أجهزة طبية وقد تتسبب في مشاكل في المستشفيات عكس موجات الراديو فائقة العرض أخيرا يمكن أن تلعب شريحة الـ U1 القادمة بتقنية الـ UWB دورا مهما لمنتجات أبرى مختلفة مثل نقل ملفات من أجهزة الإيفون بكل سرعة وسهولة وتوصيل سماعة الرأس بالجهاز وأيضا استخدامها في مجالات الواقع المعزز وتحديد الأماكن الأجهزة والملحقات الخاصة بها وحتى في المدفعات عبر الأجهزة الذكية تعتمد أبل حاليا على هذا القعد القطعة بشكل أساسي في عملية إيجاد الأيفون المفقود فكيف يكون ذلك؟ ببساطة يقوم صاحب الأيفون المفقود أو المسروق بالدخول على تطبيق Find My والذي من خلاله يمكنه تحديد مواقع أجهزتك فعند طلب الجهاز يقوم الجهاز بإرسال أولا إشارات عبر الإنترنت باستخدام الشبكة الخلوية أو الواي فاي ولو كانت معطرتان يقوم ثانيا بإرسال إشارات قصيرة المدى عبر موجات الراديو فائقة العرض للبحث عن أجهزة أيفون أو أي جهاز من أبل آخر يحمل نفس هذه القطعة في محيطه لإبلاغي بمكان الأيفون المفقود ومن ثم يقوم الأيفون الآخر بعادة نفس الإشارة وهكذا نقطة إلى نقطة إلى نقطة حتى تصل لشخص قادر أن يرفع مكان الأيفون للإنترنت ليراه ويجده مستخدمه الأصلي وهذه العملية مستمرة حتى تجد أيفونك وهذه الطريقة بالضبط هي ما تعمل عليه أجهزة الإيرتاك في إيجاد مفقوداتك طيب في حالة عدم تمكين ميزة العثور على إيفون أو العثور على الأيباد ثم فقد جهازك أو انسرق كل ما عليك فعله الآن هو أولا تغيير كلمة سر الأبل اي دي اللي تدخل فيه على الآي كلاود أو اللي تدخل فيه على الأب ستور ثانيا تغيير كلمة سر الحسابات الأخرى المرتبطة بهذا الجهاز مثل حسابات البريد الإلكتروني الفيسبوك تويتر سناب شات إنستجرام أو أي تطبيق له كلمة سر مخزنة بهذا الجهاز ثالثا الإبلاغ عن الجهاز المفقود لدى السلطات في إنفاذ القانون المحلية التي قد تحتاج لرقمك التسلسلي وهذا الرقم التسلسلي يمكنك إيجاده من عدة طرق أهمها أنه سيكون مكتوبا خلف علبة الكرتون رابعا الاتصال بشركة الاتصالات اللاسلكية التي تعمل عليها شريحتك لتعطيل الشريحة وأيضا محاولة نوعا ما تعطيل الجهاز في حال استطاعوا ذلك ثالثا إزالة جهازك المفقود من قائمة الأجهزة الموثوقة داخل حسابك في الآية كلاود وبكذا أنت تكون في وضع عام وأيضا جهازك لا يمكن اختراقه مرة أخرى أو الوصول لبيانات سرية وتكثر عليك الأضرار المترتبة على فقدانك لجوالك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر